معي من أرياض عبدالأقمار الصناعية دكتور حمدان الشهر الأكاديمي والمحلل السياسي مستر خير أهلا بك معنا إذن هذه الزيارة تاريخية طبعا عنوان الرئيس إذا ما فندنا تتطرق لمحاور هامة جدا أهم فيها هو الاستقرار الحفاظ على الاستقرار في المنطقة الوقوف بوجه الإرهاب والفكر المتطرف وأي أمور مزعزعة للأمن طبعا هنا لا نذكر بالطبع نذكر إيران كيف تتابع هذا الموضوع إلى أي درجة سيساهم على الأرض في الفترة القريبة بتغيير استراتيجيات نعم تحياتي لكم بداية ولمشاهدي قناتكم الكريم لا شك لا شك أنه اجتماع المملكة وهذه الزيارة المملكة العربية السعودية مع مصر أختي الشقيقة في مصر لهم من المضمين والدلالات الكبير تعرفي المملكة العربية السعودية نهضت في ظل بعد هذا الربيع كما سمي الخريف العربي وتأثيري على المنطقة وما أفرزت من ارتدادات سلبية إذا تحدثنا عن ظهور كما ذكرت الجماعة الإرهابية والتدخلات الإيرانية إلى النازحين كما نراهم اليوم وأنون في كل مكان واللاجئين السوريين وغيرهم في أكثر من مشكلة اليوم الإجماع العربي مطلوب الدول الكبيرة ذات الثقة للسياسية والاقتصادي مطلوب أن يكون كل منهم طرف أو مساعد الآخر مطلوب الاقتصاد والسياسة والأمن كلهم أصبح بشكل أو جسد واحد وبفكر واحد شامل بمعنى لا بد من عمل على ذلك ذكرتي الآن عزيزتي التصدي لتطرف الإرهاب لا شك نتحدث عن هذه الجماعة الإرهابية ونتحدث عن التدخلات الإيرانية كلهم وجهان لواحد كلهم يمشيان بخط واحد متوازي ظهور إيران وظهور هذه الجماعات وجهة الجماعات إيران متواجدة إذن كلا هؤلاء يستخدمون الإرهاب يستخدمون الميليشيات الإرهابية ويعتمدون على الصراع الطائفي الذي يراد له أن يكون وقود هذا الحرب أو هذا الصراع الموجود في المنطقة لذلك موقف المملكة العربية السعودية وتعرف موقفها الحازمة أمام الإرهاب والتطرف سيمنع ويقطع الطريق على أولئك أن يصلوا إلى مبتغاهم وجود مصر أيضا وأهميتها ومصر اليوم تعاني في سيناء وفي غيرها أيضا لهجمات هؤلاء الإرهابيين مهم جدا والانتباه لأمنها واستقرارها إذن عمل مشترك لابد ينظر للمستقبل نقطة مهمة أخيرة إيران وما فعلته في المنطقة كان يفترض بدول مثل المملكة العربية السعودية ومن يكون معها في دول خليج الإمارات وغيرها ومصر طبعا التصدي لإيران من قبل ذلك لو كان تم ذلك لما وصلت إيران إلى ما وصلت إليه لكن ما حدث من ربيع عربي هو الذي سمح لإيران بالتقدم الوصول لما وصلت إليه اليوم اليوم السيناريو يقول هل نقف مكتوفي لأيدي أم نستمر في مواجهة إيران حتى لا تذهب أبعد بما وصلت إليه والإرهاب فيتغير المشهد سيد دكتور حمدان اليوم عندما نتحدث عن تنسيق بين بلدين ذي الثقل الذي نتحدث عنه عندما نتحدث عن المملكة العربية السعودية ومصر أيضا طبعا طبيعي التنسيق ما بين الدول الكبيرة مصر والسعودية مهم جدا على الساحة السياسية لأنهم لديهم من القدرة سواء في المجال العسكري والسياسي وحتى الاقتصادي الكبير والكثير والديمغرافي لمواجهة هذه الأخطار وهما ثقلان نتحدث عن السعودية ثقل ديني سياسي اقتصادي وعسكري أيضا بعصفة الحزم كما نراها مصر ثقل ديمغرافي ثقل عربي عمود فقري الأم العربية الكثير من الأمور تجدينها تتلقى ما بين المملكة وبين مصر وجودهما عامل مهم هم يعتبران ركزتان أساسيتان لا شك وهم يعتبران الحائطة والسد الكبير الذي تتحطم عليه أمال إيران أمال جماعة الإرهابية أو من يريد حتى من خارج هذه المنظومة يقول حتى من يريد أن يدير هذه الأزمات لصالح حتى لو كان عالميا عندما تتفق السعودية ومصر وتقول لا لأي مشروع لن سيكون من المستحيل أن ينفذ هذه المشاريع في المنطقة بغير موافقة المملكة العربية السعودية ومصر لن يتم ما يريدون إذن مصر والسعودية اليوم موقفهم واحد وموقفهم مشترك نعم كان هذا جاليا طبعا باللقاءات وما رشح للآن عن هذه الزيارة المواقف الدولية كان واضح حتى بعضها ذكرناها قبل قليل طبعا هي مع وتشيد بهذا التنسيق وما إلى ذلك إلى أي درجة فعلا العالم يركز اليوم ويعول وبالنهاية يصب في صالح هذا التعاون والتنسيق اليوم من جديد نقول خاصة بأنه بين بلدين مثل مصر والسعودية مصر والسعودية هم مهمتان ليس فقط لمنطقتنا بل حتى للعالم مصر والسعودية مهمان مكانهما استراتيجيان أداؤهما أو قوتهم مهمة حتى بعام الاستقرار في الأمن والسلم العالميين بدون مصر والسعودية سيكون من المستحيل أن يتحقق هناك أمن وأن يكون هناك أمان في أقول العالم ليس فقط في المنطقة لأنهم كما ذكرت لك قبل قليل يمتلكون من العوامل التي لا تمتلكها دول في المنطقة أجمع بمعنى أنهم ثقلهم الكبير هو محوري وأساسي وهو حجر الزاوية لضبط إيقاع الأمن والأمان ومساعدة الدول حتى الكبرى لا تستطيع أن تتجاهل بل لا تستطيع صحيح واضح خاصة بأنه هم الكل اليوم هم العالم هو الإرهاب وعودة الاستقرار أنا أشكرك جزيلا من رياض دكتور حمدان الشهر الأكاديمي والمحلل السياسي